وفي لقاء مع سكاي نيوز عربية أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير جمال رشدي أن ملف التدخلات الخارجية في المنطقة كان حاضراً خلال اجتماعات القمة في الجزائر لافتاً إلى عدم وجود تباين بشأن الملف بين الدول الأعضاء ما فيش تباين ولا شيء يعني إحنا بنتكلم عن موضوع التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية هو فيه قرارات سابقة كثيرة في هذا الشأن سواء التدخلات الإيرانية أو التدخلات التركية إحنا كان السادة الوزراء بصدده هو البحث عن لغة تعبر عن شواغل إحنا بنتكلم مش عن دولة أو اتنين عن العشرين أو أكثر من عشرين دولة وواحد عشرين دولة عربية البحث عن هذه اللغة المشتركة وتدقيق هذه اللغة خاصة أن القرارات العربية تؤخذ بجدية يعني لما تلاقي أن الوزراء بيبحثوا الموضوع وفيه أخذ ورد وما تسميه حضرتك تباين ده معنى أن القرارات العربية لها أهمية الدول تأخذها بجدية تحاول أن تعبر أن القرار يعكس بالضبط مصالحها مخاوفها الأمنية شواغلها وهكذا فشيء طبيعي أنه يكون فيه يعني هذا النقاش هو شيء طبيعي قبل القمة ترجمة نانسي قنقر